أنا أعرف مسؤولين جابوا إعلاميين في قنوات فضائية يدفعوا لهم رواتب حتى يطلعون إياهم ويطلعون أعضاء حزبهم أو تعرفون أنفسكم وأنتم قرادة مو إعلاميين واللي عنده اعتراض يقعد يقبالي هذه النقطة بالذات أنتم حزب الدعوة تحديدا بوصفكم من أشد المعارضين للبعث وأكثركم الذي فتك بكم البعث كنتم تعترضون من استعباد الحاكم للشعب الآن نفس التجربة تعاد أنه تقولون الناس لا ترى إلا في المسؤول أعيدة الكرة من جديد بمعنى لم نحرر الناس من عبودية السلطة أو لم نمنع الناس من أن تقترب إلى السلطة بعبودية وهذا كلام صحيح ونبغى أن نكون شجعان في قراءة الموقف ونعترف به إلا تجربة الدعاة التي صدّوا للمسؤولية بشراكة الآخرين المسؤولية بأقصد رئاسة الوزراء أو وزراء ولا القوى السياسية التي وياهم ركزوا على هذه النقاط يعني نقطة أن كيف نحول الناس من ذهنية الفرح بالمكرمة مكرمة الرئيس ومكرمة القائد بحيث صار قضية المكرمة كأنه في الامتياز للحاكم بينما هي حقوق للناس ما قدرنا نشتغل أن نطلحهم لا مؤسساتنا الثقافية ولا مؤسساتنا الإعلامية بل إحنا أحيانا حتى مؤسساتنا الإعلامية اشتغلت بطريقة نفس هذه الطريقة لا وأنقس وأنقس على قراءة أعطيك مثل حتى تكمل أنا أرد مسؤولين جابوا إعلاميين في قنوات فضائية يدفعوا لهم رواتب حتى يطلعون إياهم ويطلعون أعضاء حزبهم أو تعرفون أنفسكم وأنتو قرادة مو إعلاميين واللي عنده اعتراض يقعد يقبالي التأكيد اللي كلا فبالنتيجة هذه هي انعكاس لحالة موجودة داخل مجتمعنا قوان السياسية ما اشتغلت وخلي أقول لك بشكل طبيعي كل أحزابنا بلا استثناء حتى لا تقول تريد تستثني أحد كل أحزابنا بلا استثناء تيهت مشاريحها قصد مشاريحها السياسية اللي تتضمن برامج ثقافية تتضمن برامج تنموية يعني الآن اقرى المورثات الفكرية والسياسية لكثير من أحزابنا المهمة اقرى رح تلقى العدالة الاجتماعية رح تلقى مفاهيم مختلفة في عملية البنية والتعليم والتربية والصناعة والزراعة وتفاصيل عميقة وعظيمة كل هذه غابة نتيجة انشغال القوة السياسية بالتنافس على الاستزادة من السلطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة